في يوم الجمعة أم السبت مركز الفلك الدولي يحسم الجدل حول موعد عيد الفطر أوضح مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي وأن من المتوقع أن يكون العيد يوم السبت 22 أبريل وتبع رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتليسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا ابتداء من ليبيا إلى أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تليسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث وبالتالي الأصل باعتماد رؤية الهلال شرطا لمبدأ الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل وأضاف المركز أنه باستقرار الماضي ويمثل هذه الظروف فإن بعض الأشخاص يتقدمون بالشهادة برؤية الهلال بمثل هذه الظروف وتقبل شهادتهم في بعض الدول وبالتالي من المتوقع أن يكون العيد يوم الجمعة في العديد من دول العالم الإسلامي ما لم يختلف هذا العام عم سابقه وأنتم اتركوا لنا رأيكم في التعليق حل حقا سيكون العيد يوم الجمعة؟ أمي السبت وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر